إذن عن تطورات المشهد في أوكرانيا ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل المتخصص لشأن الأوكرانية الدكتور منتصر البلبل دكتور منتصر مرحبا بكم يعني مع تواصل الحرب في أوكرانيا في أسبوعها الرابع كيف يعني لاحظتم وأشرتم توازنات القوى بين طرفي الصراع دكتور أول شي أسعد الله مساءكم أسعد الله مساء المشاهدين جميعا طبعا حسب ما تصلنا الأخبار أول بأول من كيف كيف أصبحت بعيدة تقريبا بعيد الجيش الروسي عنها مسافة 70 كيلو متر هناك الجيش الأوكراني حرر تقريبا ما يقارب 30 قرية المحيطة بكيف التي كانت بيد الجيش الروسي أبعده بمسافة 70 الآن خط حماية أول خط حماية ثانية خط حماية ثالثة الأمر المثير والأمر الجيد والأمر لأن الجيش الأوكراني بدأ المبادرة بعملية رد عكسي هذا يلاحظ في كيف يلاحظ في خارقوف يلاحظ في سومة حتى في خرسون التي تعتبر بيد الروس هناك مبادرة رائعة جدا بدأ الجيش هذا دليل تقاهر الروس هناك أسباب لتقاهر الروس أول شي عدم صوت الاتصال ثانيا المعنويات الهابطة جدا للجيش الروسي ثالثا قطع الإمداد استطاع الجيش الأوكراني أن يقطع إمدادا عن القوات المحاصرة أدى هذا إلى إضعافها وبعض الأحيان إلى فرار كثير من الجيش الروسي وترك معداتهم وترك عملية انهيار تقريبا لا نقول انهيار كامل انهيار أدى إلى تراجع كبير جدا ولكن دكتور هناك دعوة من الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي دعا فيها روسيا إلى إجراء محادثات سلام وصفها بالجدية لإنهاء هذه الحرب في أي إطار يمكن وضع هذه الدعوة دكتور دعني أشير إلى نقطة هامة جدا ليس الآن دعوة الرئيس الأوكراني إلى السلام دعوة الرئيس الأوكراني قبل بدء الحرب كان هناك دعا إلى لقاء مباشر مع بوتن لحل المشاكل العالقة بينهما ولكن تعنت بوتن ورفضه وأدى إلى هذا والرئيس الأوكراني إلى الآن والدولة الأوكرانية إلى الآن تسعى للسلام لا تسعى للحرب لا أحد يريد دمار بلده لا أحد يريد دمار شعبه لا أحد يريد فناء شعبه أو دمار شعبه يعني الإنسان غير العاقل الذي يسعى لهذه إلى الآن تسعى يسعى إلى السلام وقد وسط تركيا ووسط تل أبيب ووسط البيات المتحدة ووسط دخلت ناس كثيرة من وسطها ولكن التعنت الروسي وتعنت بوتن لمتابعة الحرب يؤدي وإلى الآن الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني يدعو إلى السلام هذا دليل أن أوكرانيا هي بلد يعني ليست بلد عدوان ولكن السلام ولكن السلام يقوم بشروط تضمن أمن أوكرانيا تضمن تشرف أوكرانيا ليس شروط كما يقولها بوتن التخلي عن جزيرة القرم التخلي عن الدنباز ضمهم إلى روسيا وأيضا أن لا يكون سلاح في أوكرانيا وأن تكون حيادية في ناتو الناتو أصبحت يعني أصبحت يعني ممكن أن نكون موضوع غير قبل المناقش نهائيا المناقش حاليا في ضمان أمن أوكرانيا أوكرانيا وقعت على معاهدة كودابيس تخلت عن سلاحها النووي أعطت وضمن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا ولكن الاعتداء جاء من روسيا بشكل مباشر ما ضمن أوكرانيا أن توقع معاهدة وبعد ذلك يكون عليها اعتداء وما ضمنها ارتداء عودة أراضيها الكريم والدمباسكا فهي تسعى إلى سلام الرئيس الأوكراني عندما يقول سلام يقول سلام مشرف وليس سلام كما تقرره موسكو بل كما تقرره كييف طيب دكتور خبراء ومحللون يقولون أن بوتين مدرك تماما بأنه لا يربح الحرب ولكنه يريد من هذا الإجراء ومن هذا العدوان على أوكرانيا أن يوصل رسالة لخصومه عبر تكبيد أوكرانيا أكبر قدر ممكن من الخسائر هل تتفق مع هذا الطرح وماذا دقته؟ يعني هنا إذا كان مدرك أو إذا كان مدرك فالمصيبة عظيمة إذا كان مدرك لهذا لماذا؟ لأنه ليس فقط سوف تضرر الشعب الأوكراني ولكن الشعب الروسي بدأ يتضرر الشعب الروسي بدأ بدأ يعاني من أثر العقوبات بدأ يعاني من أثار الحرب فقدان 14 ألف جندي في خلال ما يقارب ثلاث أسابيع هذه كارثة كارثة للجيش الأوكراني للجيش الروسي كارثة عظيمة تعتبر يعني يعني هذا ولم نعد المعدات الذي فقدها معدات كبيرة جدا من الطيران من الأسلحة من هنا هنا يعني إذا كان إذا كان يتقن أن خساب الحرب ولكن بتعنت بتعنت أو حب العظمة الذي يقول له أنه لن يتنازل إلا بعد دمار أوكرانيا هو لا يدمر دولة واحدة أوكرانيا فقط هو يدمر شعبين يدمر الشعب الروسي والشعب الأوكراني معا طيب دكتور روسيا حذرت من عواقب إعلان أوروبا ما أسمته بحرب بحرب اقتصادية شامل عليها كيف نتوقع الرد من خلال هذا التحذير الروسي يعني دعني أبين نقطة هم روسيا ليس بيدها شيء لكي تهدد فيه أوروبا الاقتصاد الروسي كله مرهوم بيد القرب بيد أوروبا طيب لا يوجد اقتصاد أوروبي موجود بروسيا والدليل انسحاب كل الشركات وهرب هوروب رجال أعمار الكبار رجال أعمار روس الكبار هربوا إلى دبي هناك يعني هناك تململ هناك أما تهديد بأنه يوجد فقط 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 هو الغاز والنفط بقطع الغاز والنفط عن أوروبا هذا هو التهديد المباشر لدى بوتين أما تهديد آخر ليس لديه عبر سكايب من بروكسل المتخصص في شأن الأوكرانية الدكتور منتصر البلبل شكرا جزيلا لكم سيد الكريم ترجمة نانسي قنقر